موسيقى يتم تجهيز الطائرة بدون طيار الامي كيو توني فايف ستين جري من قبل البحرية الامريكية لرحلات اختبار سريعة حيث سيتم تزويد هذه الطائرة بخزان وقود خارجي فيول ستور باود ويشابه هذا المحزن الموجود على بعض طائرات الاف اي اي تين سوبر هورنت هو التي تستخدم لتزويد طائرات بالوقود جوا وقد تم الحق هذه الكابسولة بنجاح بطائرة الام كيو توني فايف تحت الجناح وبحسب شركة بوينغ المصنعة لطائرة الام كيو توني فايف فسيتم استئناف اختبارات الطيران لهذه الطائرة في وقت لاحق من هذا العام وقد تم تجهيز كافة التصاميم الديناميك الهوائية والاوامر البرمجية التي تتحكم بها وذلك قبل تسليم اول طائرة من نوع ام كيو توني فايف وقد اضافت الشركة ان الاختبارات المبكرة والتطوير المبكرا للبرمجيات هو جزء كبير من دعم هدف البحرية المتمثل في تزويد الام كيو توني فايف الى البحرية الامريكية باسرع وقت ممكن وسيراقب المهندسون في المقام الاول الديناميك الهوائية لمخزون الوقود الذي تم اضافته ثم ستتم ملاحظة كيف سيتم التزويد بالوقود جوا من خلال ينبو بالتزويد بالوقود وذلك اثناء صحبه خلف هيكال الطائرة وفي جهر يونيو من عام 2020 افدت مواقع عسكرية ان الام كيو توني فايف قد تواجه تأجيلا في الاختبارات لمدة ثلاثة سنوات اذا لم يتم تعيين سفن في البحرية الامريكية ليتم اختبارها من علامتنها فحاملة الطائرات الكارل ذينسون وجورج دابليو بوش لديها اوقات محدودة جدا لاكمال تركيب محطات التحكم الجوية الخاصة لهذه الطائرة بدون طيارة واذما تدخلت جهة اخرى بطريقة بيروقراطية قد يواجه البرنامج مشاكل كبيرة وبحسب مسؤولين في البرنامج فعدم قدرة القوة البحرية على المحافظة على التزاماتها في الجدول الزماني للاختبارات قد يتطلب تعديلا على العقد الذي من شأنه ان يؤثر على شروط العقود الثابتة الموعد وعلى وجه التحديد قد يحدث ذلك اذا ما واجهت البحرية الامريكية بعض المشاكل التقنية التي تتعلق بوضع مراكز التحكم على حاملات الطائرات واذ لم تستطع البحرية من تثبيت محطة واحدة حسب المخطط فسيتعين تمديد اختبارات الامي كيو 27 لمدة تصل لثلاث سنوات وبحسب المسؤولين فهذا التأخير قد يعمل على زيادة التكلفة وقد قامت طائرة الامي كيو 25 ستين كري باول عملية تزود بالوقود جوان في سبتمبر الماضي عام 2019 وقد كانت خطوة تاريخية في عملية دمج الطائرة لتكون طائرة قوية ومهمة في ذراع الخدمة في البحرية الامريكية وبحسب تصريحات مسؤولي البحرية فالتأخير لمدة ثلاث سنوات أمر مستبعد للغاية ومع ذلك فقد ثابرت البحرية الامريكية خلال السنوات الأخيرة لتحقيق توازن بين جداول التطوير الخاصة بها والالتزامات التشغيلية وقد يترتب كما يقول الخبراء على أي تأخير في دمج الامي كيو 25 في حاملات الطائرات الامريكية إلى تأخير قدرة البحرية على توسيع نطاق جناحها الجوي من خلال هذه الطائرات بدون طيار وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على القوة البحرية الامريكية ضد الدخائر الموجهة بعيدة المدى والبوينغ مكيو 25 سينغري هو درون لأعدة التزاود بالوقود الجوي طور من قبل برنامج البحرية الامريكية Carrier Based Area Refueling System Program الخاص بتطوير مركبة جوية غير مأهولة تعمل على متن حاملات الطائرات للقيام بمهام أعدة التزاود بالوقود الجوي وذلك لزيادة مدى المقاتلات في سلاح البحرية وقد قام البنتاجون بإطلاق هذا البرنامج بعض عن خاض مناقشات حادة حول غرض البرنامج الأصلي UCLA SS الخاص بتطوير مركبة جوية غير مأهولة تعمل على متن حاملات الطائرات وتشارك في المهام الاستخباراتية ومهام الهجوم الأرضي وحيث دارت مناقشات حادة حول ما إذا كان البرنامج UCLA SS سيركز بشكل أساسي على تطوير الدرونز لأغراض القصف الشبحي أو لأغراض الاستطلاع وعليه قام البنتاجون بتغيير البرنامج كليا ليصبح CBERS أي بالأساس لتزويد الطائرات المقاتلة بالوقود جوا وهذا دليل على أن البحرية تعتقد أن دور المقاتلات المأهولة ما زال له الدور الأساس بسبب المدى والقدرة على حمل العتاد الكافي إضافة إلى أن نظم الذكاء الصناعي لم تتطور بالشكل الكافي لاستبدال الطيارين بعد وقد بدأت مساعي البحرية الأمريكية لتطوير مركبة جوية غير مأهولة خاصة بها تعمل من على متن حاملات الطائرات في عام 2006 وكانت الفكرة الأصلية لبرنامج UCLA SS تهدف إلى تطوير درون يقوم بمهام الهجوم الشبحي وقادر على اختراق الدفاعات الجوية لقوات العتو بيد أنه في عام 2012 تم اقتراح تطوير الدرون سريعا للقيام بمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع على حساب التقليل من قدرات الهجوم والقوة التدميرية وذلك من أجل القيام بمهام مكافحة الإرهاب وبعد تأخيرات عديدة تعرض لها البرنامج UCLA SS حول ما إذا سيتم التركيز على دور الهجوم أو دور الاستطلاع أو المراقبة قرر البنتاجون في عام 2016 أنه سيتم توجيه الجهود نحو تطوير ناقلة تزود بالوقود الجوي غير مأهولة بحجم مقاتلة السوبر هيرنت وتعمل من على متن حاملات الطائرات وتتمتع ببعض القدرات الاستخباراتية والاستطلاعية وبعض قدرات ترحيل الاتصالات فيما استغنية عن القدرات الهجومية وفي يوليو من عام 2016 أطلق على ناقلة الوقود هذه الغير مأهولة MQ-25A Stingray ويرى المحللون العسكريون أن البنتاجون قام بتغيير هذا البرنامج من أجل معالجة النقص المتوقع في سلاح البحرية من خلال توجيه الأموال لشراء المقاتلات FA-18AF Super Hornet إضافة ولتسريع الشراء وتطوير مقاتلات F-35C لذا فإن امتلاك أول طائرة غير مأهولة تعمل من حاملات الطائرات توفر جسرا أقل تعقيدا إلى مقاتلات Super Hornet في المستقبل كما أنها تعالج حاجة الحاملات إلى طائرة للتزود بالوقود وبالتالي تحرير ما بين 20 إلى 30% من طائرات Super Hornet التي تقوم بهذه المهمة وبطريقة أكثر قدرة وفعالية من حيث التكلفة من تعديل طائرات F-35 أو الفي 22 أوزبري أو الهوك آي اي 2D أو حتى إعادة طائرات القديمة من طراز S-3 فيكينغ المتقاعدة مجددا إلى الخدمة دخلت أربع شركات كبرى للمنافسة على تطوير ناقلة الدرون الجديدة وفي أغسطس من عام 2018 أعلنت البحرية الأمريكية فوز شركة بوينغ بالمنافسة ومنحتها عقدا بقيمة 805 مليون دولار أمريكي لتطوير أربع طائرات MQ-25A وتم تشغيل الدرون بوينغ MQ-27 من خلال محرك مروحي النفاث واحد من طرازه Rolls-Royce AE-3007N ينتج 4500 كيلوغرام من الدفع ونظرا للتخلي عن المتطلبات الخاصة بالشباحية لتطوير هذه الدرون قامت بوينغ بتطوير MQ-27 بشكل أقل شباحية من Drons Flying Wing ثابتة جناح الخالية من مجموعة الذيل والتي لا تمتلك جسما واضحا كطائرة X-47B إلى أن MQ-25 لا تزال تتمتع بشكل ما لجسم طائرة شباحية وهناك مدخل هواء داخل جسم الطائرة لتقليل البصمة الرادارية كما تم تصميم مجموعة ذيل على شكل الحرف V وستتمثل المهمة الأساسية للدرون MQ-25 Stingray في تزويد الوقود الجوي للمقاتلات في سلاح البحرية مما في ذلك مقاتلات الـ F-A-18 Super Hornet والـ E-A-18 G Growler والـ F-35C فيرى الخبراء العسكريون من شأن ضم درون إلى الجناح الجوي على متن حاملات الطائرات زيادة عدد المقاتلات المتواثرة للقيام بالمهام القتالية إضافة إلى زيادة مداها مما ينتج عنه تحسن أداء وفعالية القوات الجوية في البحرية وتأمل البحرية الأمريكية من الدرون MQ-25 Stingray توفير إجمالي 6800 كيلوغرام من الوقود إلى 4 أو 6 طائرات في مدى يصل إلى 930 كيلو متر ووفقاً لبوينغ فأن MQ-25 توفر المزيج المناسب من قدرتها على تزويد الوقود واستقلالها وسهولة دمجها على سطح الحاملات لتقديم حل يلب أهداف البحرية الأمريكية المتمثلة في طائرة غير مأهولة منخفضة التكلفة تزويد الوقود الجوي وتعمل من على سطح حاملات الطائرات في أقرب وقت ممكن اشتركوا في القناة